اشتركوا في القناة شاهدنا ومستمعيننا الكرام بحلقة جديدة من برنامج الحكي بالسياسة اليوم رح نكمل حلقتنا يلي سبقوا بدأناها مضيفة دكتور توفيق هندي عن كتابه من الماضي الى المستقبل الحلقة الماضية حكينا عن حوالي اربع فصول لخصن الدكتور هندي بعشر خطايا بدأل العشر وصايا هذه كمرة قلنا اليوم رح نستكبل هذه الخطايا اللي واعت فيها قرنة شهوان والفريق السيادي بهذه الفترة رح نذكر بس بما سميناه الخطايا كمان هي بداية كان من طريق تعاطي غالبية اعضاء كرنة شهوان مع تغول الجنرال عون وتعطشه للسلطة تحول كرنة شهوان الى كرنة شهوات تعطيل الشق المتعلق بتسليم سلاح الميليشيات في القرار 1559 الاتفاق الرباعي الحوار حول استراتيجية دفاعية القرارات المتهورة لحكومة الرئيس سانيورا في 2008 وصولا الى الفصل الخامس اليوم رح نبدأ حلقتنا فيها وهي تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري الاولى والسينسين والخطأ تلوى الخطأ شوف تشو هون شوف بهذا الموضوع هذي اول حكومة بعد عفوا بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري وببداية هيدا الفصل بتحكي حضرتك عن كيفية تغير اول حكومة لسعد الحريري لسعد الحريري صحيح هيدا بتحكي عن تغيير اقليمي صار بالسياسة من بعد انتقال الحكم في الولايات المتحدة من الجمهوريين الى الديمقراطيين واعني بذلك من جورج بوش الابن الى باراك أوباما شو تغير بهذه باراك أوباما بده يساير الايراني واحد اثنين بالنسبة له عنده نظرة دونية بالنسبة للعرب وبالتالي هذا التغير يعني بالوضع الدولي دفع الى السنسين يعني سوريا سعودية يعني السعودية شافت انه الوضع بات غير مؤاتي لتكملة المواجهة مع ايران بالشكل ياللي كانت عم بتواجه فيها وبالتالي راحت على قصة سنسين سنسين انعكست على لبنان بمجيء سعد الحريري الى رئاسة الحكومة وبوقتها كان في الانتخابات تبع الالفين وتسعة ما هيك يلي عطت كمان اغلبية الى اربعة عشر اذار لكن هناك شيء عندما احتلوا انه سعد الحريري ابن الشهيد رفيق الحريري نعم يلي توهمت سوريا باختياله في هذه الفترة نعم ما عمير سعد الحريري من بعد استلامه هذه الحكومة؟ سعد الحريري هي الحقيقة هون نحكي عن الأخطاء ما هي الأخطاء التي عملها؟ لا هلأ هون لما صارت السنسين طر رائفيق الحريري يصدر مواقف سعد الحريري يبرق فيها سوريا انه نحنا اتهامنا لسوريا كان اتهام سياسي يعني ما انه قائم على شيء وهم الحاله راح ما هيك نجبر يروح ويلتقي عدة مرات خمس مرات بفتكر ما هيك الأسد والحقيقة انه لما طلعت هايدي قصة انه الاتهام السياسي انا بخبر بالكتاب كيف صارت هايدي وقتا طلعت بالشهر الاوسط حكيت مع صديقي وقتا محمد شطح اللي حتقله وشفته عشيجي قال لي هايدي هايدي ما حكيلي عنه ابدا سعد الحريري كان معه لما تلفنتوله وقتا قال لي ما حكيلي عنه انه بالحقيقة هايدي ترتبت بين سعودية وبين سورية حتى يطلعوا هايك هايك موقف نعم هو بالتحديد بتقول يعترف فيها سعد الحريري بانه اخطأ باتهام النظام السوري باغتيال ابيه واصفا هذا الاتهام بانه سياسي هذا اللي ورد بصحيفة الشر الاوسط بخصوص الزيارات خمس زيارات متل ما ذاكرتها ولكن من خلال هذه الزيارات بتقول انه اصبح الحريري عام يلعب دور ابيه شو كان عم يقرب بين النظام السوري يعني يعني مثلا لما راح اول مرة يمكن تاني زيارة او تالت زيارة تاني زيارة راح وقتا قبل ما يروح يشوف باراك اوباما ومرجع من بعد ما شافوا باراك اوباما عمل زيارة تاني مباشرة بعدين حتى يحط الجو بالجو الاسد انه شو بده باراك اوباما باراك اوباما كان موقتا عم يقوله انه ما لازم سوريا تبعت اسلحة لحزب الله وبالتالي من هالزاوية هايدي يعني لعب دور بشبه اذا بدك دور بايه نعم الزيارة الرابعة مقبل الاخيرة حدثت في 18 طموز 2010 بحضور 13 وزيرة نتخلى لها التوقيع على هذا الكبير من الاتفاقيات ترجمة للعلاقة الاخوية واخر زيارة كانت للحريرة لتدارك تداعيات حادثة برج ابي حيدر بين حزب الله والاحباش اي صار في مشاكل وصص يعني صار عم يرجع الى نظام بتفاصيل صغيرة وراح لهنيكي ونصح وقتا بشار الاسد انه لا خلي الوحدي وما الوحدي والمقاومة قبل سقوط هذه الحكومة ماذا حدث بالجلسة وماذا هناك اسباب الظاهرة وخفية ماذا كانت الاسباب الظاهرة هلا هني ما بدون يحكوا بالشهود الزور شهود الزور وخلصت قصته يعني بعد هالمسألة وكان الحكومة في خمستعش لاربعتعش خمستعشر واحد لاربعتعش اذار وكان في عشرة لثمانة اذار الحادي عشر مش هو اسمه كان الدكتور حسين دكتور حسين عدنان السيد حسين عدنان السيد حسين يلي كان بالخمسة يلي طبع رئيس الجمهورية هيدا الخفي وهيدي بيانت بالمفاوضات قبل ما يركبوا الحكومة بجريدة الأخبار انه انه شكلا نقبل يعني انه يكون في ما يكون فيه تلت زائد واحد بس بدنا بدنا اياها هايدي وممكن انه الوزير الحادي عشر يكون بمجموعة الرئيس الجمهورية وهكذا حصل وهيدي من الاخطاء يلي خاصلي اكيد يعني هني دخلوا به المفاوضة هاي وابلوا بانه يعطوهم التلت زائد واحد نسيت تقلنا شغلة كتير أساسية كمان السوليسية الزهبية هاي اكيد لانه لما شهي الشعب مقاومة كانت بهذه الحكومة بهذه الحكومة لانه هون اشطت اكتر يعني اربعتاش ازار يعني ضعفت وبالتالي اصبح يعني الامور اسهل انه يطلعوا يطلع سوريا وحزب الله الاراريا اللي بدونيها هاي كلا التغيرات كانت بدعم سعودي نتيجة السنسين هلا هي يمكن السعوديين ما بدونها القدي بس نتيجتها هي هيك نعم الفصل السادس خطيئة جديدة ايضا تسجل اربعتاش اذار تتعثر من طريقة التعامل مع الثورة السورية الى اغتيال محمد شطح وحكومة تمام سلام شو كانت اسباب استقالة ميقاطي يعني تنذكر من بعد ما استقال الرئيس الحريري كلف الرئيس ميقاطي وتشكل حكومة يلي هي حكومة هزب الله عمليا يلي هي صرفية علنا تلت زائد واحد نعم نعم اوكي بتحكي كمان عن اسباب ظاهرية واسباب مخفية يعني كان السبب الظاهر لاستقالة رفض 8 اذار اجراء انتخابات النيابية وضرورة التمديد لاشرف ريفي انما في الحقيقة كانت حدة التناقضات بين 14 و 8 يعني ايضا نعكس الجو العام الاقليمي على هذه الحكومة هون خطأ تعاطي قوة 14 ادار مع الثورة السورية كيف اخطأت قوة 14 ادار؟ اول شي بالحقيقة انه لما اول ما طلعت اذا بدك يعني الثورة في سوريا كانت ثورة غير معسكرة بعدين تعسكرت وبهالتعسكر هيدا راحوا فاتوا بهالعمالية الروحة والمجي يعني صاروا يدعمون للثورة السورية بالسلاح وهيدا منذكر النايب هون مش حكي اوقاب سقر بس هو قال عم يبعت وقته حرامات بس هي ما كانت حرامات ومنذكر كمان انه 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 بعض القياديين ب 14 اذار يطلعوا على حدود على ضيع على عرسال وهيدا دعما ما دعما بس بوقت هيدا طلع على عرسال كانت لا يقولوا انه اهل عرسال لانه اتهموا العرساليين ايه هيدا بالشكل هيدا بالشكل انما بشكل فعلي اخطأوا ولما صار دخلوا عسكريا يعني بشكل او باخر بعطاء هيدا فتحوا هون عطيك عطيها المستقبل ايه ايه مستقبل وكلهم يعني كل 14 اذار كانوا مشيين بهيدي شو صار؟ من هذا جنبلات اكيد جنبلات قاعد دايما على حدة وينتبع حاله شو صار وقتا انه ايه فتحوا الطريق لحزب الله انه يدخل لدعم النظام بشار الاسد انه هاي عطيت هاي كمان بس انت عم تقول هون تحديدا وهون بحب بقول وقلت هون انه كان رأي ورأي شطح او رأي شطح ورأي بهاي داك الوقت انه مهما كانت قضية محقة ان كانت القضية الفلسطينية او القضية السورية بوقتها لبنان ما لازم يدخل على الارض بهيك مسائل ممكن يدعم سياسيا من بعيد لبعيد ولكن يجب ان لا يدخل في هذه العملية راحوا دخلوا فيها بس حضرتك بطول انه تعاطي 14 قدار ورطت نفسها بهيدا الميدان السوري وبذلك اعطت حزب الله الحجة للتدخل العسكري ليش حزب الله كان بحاجة لحجة بهذه الفترة ما راح بحجة يدافع عن المقامات الدينية اعطته الحجة ودعمته بهذه المسألة هلأ يمكن بدون حجة كان راح كما تتفضل ولكن هذه عطبه حجة أكبر يعني صار هو انه اذا بده يروح انتو عم تروحوا وتدعموا هذيك نحنا بدنا ندعم هذا نعم سهلوا له الأمر بعد الدخول بموضوع سورية وبالثورة السورية جاء اغتيال الشهيد محمد شطح نعم ليش حاطت شو الأسباب يلي قدت إلى اغتيال محمد شطح نعم هكي فيها بغير محلات السبب تعرف يعني انه لما بده يعمل اغتيال حزب الله بيكون في عنده هيتليست متل ما بسموه يعني ليح السوداء يلي هولي ممكن يشكله خطر عليه هلأ ما بيتحرك هيك ما بيقوم بعمل بقتل يعني او باغتيال اذا ما في اسباب موجبة انه هذا الشخص عمل شيء بشكل خطر على حزب الله وهون شو عمله محمد شطح محمد شطح كان قبل ما يغتال بشي جمعتين عم بيحضر حاله حتى يروح على على الولايات المتحدة ويقومد هونيكي بواشنطن ويعمل لوبينغ للكونغرس ع اساس انه مش متل ما عم بيقول اوباما ما هيكي انه القضية مع مع ايران هي قضية فقط قضية النووي السلاح النووي انما الاخطر من ذلك هو عملية توسع ايران وفي المنطقة وبما فيها ما هيكي حزب الله وغير حزب الله انه هذه المسألة هي الاخطر وليس الاخطر هي قضية النووي الموضوع النووي نعم عرفوا فيها عرفوا فيها وبالتالي هايدي كانت يعني لاغوت كافيدي بورديلوفاز عنده هلا هو كان يعني يوصل له قبل بسنة ما هيك تهديدات وانا يعني كنت حاضر اسمع هيدا الفنولو يقولولو يعني بدون ما يقولوا مين عم بيهديد بس انه اجي تهديدات بتقول حدثك كمان انه وصلت الى قناعة بينك وبينه نعم بطريقة الطاعة مع حزب الله شو كانت هذه القناعة نعم هايدي القناعة هي الطلاق الحبي مع حزب الله شو يعني مش انه طلاق حبي مع حزب الله انه بدنا نعمل في الديراليه او بدنا نعمل شي لإلم او لا ابدا في اطار الدول اللبنانيين احنا كنا شايفين انه اذا بدك شو ما عملت مع حزب الله ما هيك كيف ما تصرفت معه هو حاطت ايده على مؤسسات الدولي وهو الاقوى داخل الدولي وخارج الدولي وهو يستخدم الدولي من اجل يعني كعدي لإطلاق مشروعه ما هيك يعني عم يطلطه ورا هو بيستخدم هذه الدولي وبالتالي مشاركته 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 في البرلمان ومشاركته في الحكومات وما إلى ذلك بيعطي بيعطي هذا الغطاء اللبناني ويعطي غطاء للدولي يلي هو بيمشي قرارة استراتيجي وبالتالي شو ما قلت له وشو ما عملت هو رح يعمل يلي بده وبالتالي رح يستخدمك انت كشماعة تحت لذلك كانت الفكرة انه نحنا لازم نعمل طلاق حبي ما حزب الله نقول له نحنا ما بقى بدنا نلعب اللعبة نحنا ما بدنا ندخل معك بمفاوضات ما بقى بدنا نفوت معك بحكي ومجالسات داخل المجلس النيابي وداخل الحكومة وايضا داخل طاولات الحوار ما هيك كل هيدا حتى ما يبكرا يجوا يقلولنا متل ما قال وقتا ماكرون فولي زا فيش وزي انتوا هيدا وبالتالي يعني انه خي هيدا طرف ما هيك لبناني عنده ودعو عنده كزا لا نحنا شو لازم نعمل بالمقابل لازم اول شي نقل له نحنا ما بقى بدنا نلعب اللعبة ما بنا نفوت معك بكل هال متاهات هيدا ونشكل جبهة او تجمع خارج اطار الدولة وطرح الامور بانه الامور بهالشكل هيدا نحنا بشكل او باخر تحت احتلال ايراني عبر حزب الله يعني من ال 2013 انطرح الاحتلال ايراني نعم نعم يعني انه هيدا الفكرة انه انه نحنا لازم نقعد من بره ما بقى هيدا ولل يعني الاماني لما اغتيل محمد شطح وقتها طلقت انا باحد بالمقابلة كان فيه مع غانم مع مارسيل غانم كان وقتها بالل بي سي ما هكي وكان فيه محمد عباد وكان فيه على ما اسكر محمده مش مروان خيو علي علي وكان فيه يمكن نسيت كمان واحد لمهم بقى بينطرح الوضع الاختيال ما الاختيال وماذا بقى محمد عباد سيقول ايه يعني مثل انه ايه لازم يصير فيه نوع من شو اسمه يعني وهايما نقير لا 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 انه لازم لازم يصير فيه تحقيق وما تحقيق تقول له ما فيه ضرورة للتحقيق مع مروفة هيدا لسه مين عملها وشو ما عملها وانتوا عكل حال بحزب الله يلي بتكن تعملوا بتكن تعملوا لذلك نحنا لازم لازم نروح بالمطالبة بالطلاق الحبي مع حزب الله اعلنت عنها يعني ايه اعلنت عنها طلق الحبي ما طلق الحبي بيتطلع هيك محمد عباد بيحمادي وبالتاني كان نسيت الحقيقة ايه بقى 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 انتوا بتوافقوا على هيدا هيدا كلام اسرائيلي دغري اخوة دغري بصفت هيدا كلام اسرائيلي ياخي شو دخلت كلام اسرائيلي بهيدا ياحنا لا عم نطرى هيدا عم نقلكون انتوا يلي بتكن تعملوا برغم كل شيء بقى من وقتها وبذكر وقتها يعني بالتاني يوم بوقت كان في تدعيات لألة شكرا الدفن بوقت الدفن كان كان الرئيس سانيورا موجود وهيدا بيبعتلي شخص وقال لي فيه الرئيس سانيورا بده يحكي معك مدري شو ما عاردنا حكينا معه قال لي قال لي انا كيف تحكي هيك قلت له قلت له قلت له دولة الرئيس هيدا دولة الرئيس هيدا شي طبيعي لانه هيدا مش بس رأيي هيدا كان رأي محمد شاطح هيدا يعني رأينا تنيناتنا وبالتالي شو بدي بدي اقول انه مش هيدا الرأي هيدا الرأي ما اكتفت بموضوع اعلانة على الشاشة حوالت وقامت بمبادرة بداية مع طيال مستقبل ونادر الحريري اي هلا من بعد ما اغتيل محمد شاطح كانت وقتها في تشكيل حكومة تمام السلام ما هي وقلت بروح بشوفه لنادر الحريري لانه ساعد كان وقتها بفرنسا قاعد هونيكي بقى رحنا شفناه وتحت اقنعوا بانه انه خلي هيدا يعني خلينا نوقف هالمسحة هيدا تشكيل حكومات وحكومات منكون وحدة وطنية وهيدا وهيدا دولة ما راح يسمعوا يبدأ نعوه بالطرح ياللي هيدا هلأ يعني بتعرف مدري شو هلأ حكومة هيدا فيها سكور مين السكور يعني اشرف ريفي انه هاد المشنوع اشرف ريفي هو انه هاد المشنوع وربط نزاع بتعرفو انت كان في قصة ربط نزاع يعني ده خيدي الربط النزاع بين لبنان وبين سوريا او بين حزب الله وسوريا شو ربط النزاع ما قالوا معنى ربط النزاع وهلأ التوازن صار احسن وحكبنا انه بكون لكان احنا عم نعمل تعايش معهم بميزان افضل ما كان في اتفاق اطلاقا حول هالنظرة هيدا طيب من بعد كلف يعني كان مكلف الرئيس سمام اسلام وشكل حكومته نعم بدعم من 14 ادار وذكرت هذه الحكومة ببينة الحكومة بدلا عن ثلاثية زهبية جيش الشعب ومقاومة ذكرت بانه مع التأكيد على حق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة هل هذا كانت خطأ ام بلشت 14 قدرت تستوعب الوضع وتتراجع عن اخطاءاته هيدا نوع من تجميل اذا بدك يا لقصة حق حزب الله بالمقاومة دلما تقول حزب الله او المقاومة الى حق بتهتى بانه هولي اللبنانيين او الاهالي متل ما بيسموهم شو الاهالي ما فيش اسمه اهالي فيش اسمه حزب الله وهو الاهالي والاهالي هو بقى يعني هادي لعب على الالفاظ كان لكن بالمحتوى هو نفس المحتوى بنهاية حكومة تمام سلام يعني من بعد انتخاب الرئيس ميشيل عون وتعطيل لمدة سنتين ونص كان عم بتدير هذه الحكومة الفراغ بهذه الفترة بتقول حضرتك وهكذا انتهت مرحلة حكومات المساكنة مع حزب الله نعم لانه من بعدها صارت حكومات حزب الله على الحل يعني هون هولي مساكنة دونية الى 14 ازار مع حزب الله بعدين صاروا ما هيكي حكومات لحزب الله من بعد سلام اجا ما هيكي حكومة سعد الحريري نتيجة التسوية بين ايه هلا اجا 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 سعد الحريري من تحت هلا انت يعني مش انه جاي وابضاي لا جاي وهو مشي مع بانتخاب ميشيل عون اخر 7-8 ايام بس اه هني هني كانوا هو وبرى وجنبلات بدون فرنجية بقى جعجع سبقهم هلأ هاي رح نتوسع فيها دفاع هلأ هوني يعني بس قبل ما انتقلي للفصل السابع والخطيئة الكبرى ايضا اه بتقول حضرتك كمان انه يعني اصبحت كل الحكومات خاصة اللي ترقصها سعد الحريري بعد انتخاب ميشيل عون هي حكومة حزب الله نظر لانه اصبح لديه الاكترية خلاص صار هو الاكترية صار عنده الاكترية اليابية عنده الرئيس وعنده بالتالي ما هيكي تلات رقصة صار عنده بتقول انه تلات مؤسسات دستورية صاروا بايده خلاص يعني بما فيها الحكومة لانه هذيكي خلاص ضعفه وهيدي بمشاركة قطبين اساسية او ثلاث اقطار اساسية بـ 14 داريا اللي هنه تيار المستقبل الحزب الاشتراكي والقوات البنانية ايه صحيح الفصل السابع مقدمة ليفهم اتفاق معراب مطالب جعجع وأجوبة فرنجية غير المردية هوني قصة انا صراحة اريتا يعني بعرف بعض الامور ولكن في كتير قصة هيكي في ناس ما بتعرفها فضل بداية بتقول حضرتك انه هذا الاتفاق او اللقاء لم يكن الاول بين القوات والتيار كان فيه بمرحلة التسعينات لقاءات ثانية ولكن تميزت عن الاتفاق اللي حصل ايه هلا تميزت يعني بمعنى انه بسنة 92 صار فيه اتفاق على مقاطعة الانتخابات مثلا لا لا هذا الاتفاق وفيه لقاءة كورنت شاوين في بريستول في سابق الالس تحكي ايه كل هذا ما هيكي صار فيه وخاصة خلال المرحلة الوسائية السورية او الاحتلال السوري صار فيه تعاطي بين الطيار القواتي وقتا ما كان فيه طيار قواتي لانه انحلت القوات رسمية حضرتك اعلن با ايه طيار قواتي تتخلي الناشطين بالقوات اللبنانية يقدروا يكملوا نشاطهم السياسي وما يكون مربوط مصيرهم بيد دكتور سامير جارج انه حزب القوات انحل انما القواتيين اللي هنه مواطنين قالوا انحق في انه وهنه يعني متفقين مع بعضهم انه يكملوا مسيرتهم السياسية بها المعنى هذا نعم صار فيه شي اسمه طيار قوات اللبنانية هالطيار القوات اللبنانية خلال كل فترة الاحتلال السوري والطيار القوات اللبنانية تعاطى اجابا مع الطيار الوطني الحربي عدة مجالات على الارض بالنقابات بالطلاب بالمواقف بالاتفاق باللجنة الثلاثية اللي كانت تجتمع بالسودكو عند الاحرار يعني قوات وطيار واحرار وكان ايضا شارك سامي نادر الممثل بقرنت شهوان غير العلنية يعني مش بس انه يعني كان فيه بس ما كان تعاطي قواتي طيار فقط كان فيه مواقف وطنية اذا بدك مسيحية اكتر انسجم فيه الموقف الطيار مع موقف الكويت اللبنانية كان فيه شيء على الارض كان فيه شيء على الارض يعني الحركة الطلابية المشتركة بس كانوا مش بس كيفية الاحرار والكتاب الاصلاحية بس عم بحكي عن هاتنين يلي هني ضد بعض انا عم بحكي عن هولي طيب يلي هني مبدئيا ضد بعضهم انه كان فيه تعاطي رحب بيناتهم بتضوي حضرتك على مرحلة مهمة كتير هذي بخلفيات السياسية نظرة القوات وتحديدا دكتور سامير جعجا لكيفية تعاطي الفريق السنة بالبلد وخاصة طيار المستقبل مع القوات اللبنانية بفترة كان فيه التصاق اذا بدك ومشهد موحد كتير اللي هون من بعد الالفان وخمسة وصولنا الالفان وتسعة تحديدا بتقول انه كان فيه امطعاض قواتي انه فيه هيمنة من المستقبل على مقاعد المسيحيين ما ادى الى امطعاض جعجع من الحريري وايضا بتقول انه بتمثيل القوات في حكومات المستقبلة اللي كانت رأسها ان كان الرئيس السنيورا اول واحد على اربعة وشرين بعدين صاروا اثنين على ثلاثين ماذا اتصر هذا الموضوع يعني هذه ما كان فيه اعتراف اذا بدك من طيار المستقبل باذا بدك اهمية القوات اللبنانية ووزن ووزنهم كما يرونها انه نحنا الاوزن ما فيه اعتراف لبل انه طيار المستقبل اشتغل اشتغل مثل ما كان وقت ايضا رفيق الحريري انه نحنا منا طيار سني انما طيار لبناني وعابرين للطواقف وما الى ذلك وبالتالي ما كان فيه اعطاء حق قوات اللبنانية حقها بنظر سامير جعج ايضا اللي ادى الى امتعاد وبلش يفكر الدكتور جعجع بكيفية مواجهة الطيار المستقبل والسياسي الطيار المستقبل بطريقها المباشرة ب 14 شباط 2014 قبل اليوم من تشكيل حكومة تمام اسلام ماذا حصل ماذا حصل صار فيه صار فيه لقاء بين عون والحريري بباريس راح وقته جنرال عون على باريس والتقى الحريري وبوقته انا ضغري لو هاي ممكن واحد يفوذي يشوفها انه خلاص يعني الاتفاق اوسع اذا بدك من قضية حكومة تمام اسلام الاتفاق الحقيقي هو عون رئيس الجمهورية وسعد الحريري رئيس حكومة وقت عهده هاي بفترة ما كان فيها رئيس جمهورية هاي ارنبو ديني لسامير جعجع انه شو هالحكيك كيف شو هالخبرية هايدي هايدي خبرية سيئة مش ارنبو علي لا انه هيدا الخبر يعني شايف انه في شي منه بيقوم بيفتح حوار مع سليمان فرنجيك وهيدا ما كان معلن لا ما كان معلن هالحوار هيتا مفاوضات جعجع فرنجيك اي اي مفاوضات اول شي كان يمثل الدكتور جعجع توني الشدياء صح انا توني الشدياء صديق لي بعرفه من اول من اول ما صار يعني صرت بالقوات اللبنانية ويوسف سعادة ممثل عن طيار المرضى صح نحنا نحنا ندعمك بها المسألة هاي وفي شروط او في شغليات لازم نحكي فيها ثلاث شروط الشرط الاول هو انه اللي يكون للقوات اللبنانية كلمة في تحديد من هو قائد الجيش الجديد نعم تاني واحدة انه اللي يكون بعهدك وزارة الداخلية للقوات نعم وثالث شرط هو انه من بعد ما انت تخلص وليتك بدك تدعمني لإلي كون رئيس جمهوري ولهذا السبب ولهذا السبب بدك تسعى الى تضبيط علاقتي مع سوريا ايران وحزب الله نعم هيدا مطلب دكتور جعجع بمفاوضات نعم الاجوي بيجيت الاجوي بيجيت كالتالي اولا بالنسبة للمطلب الاول ان يكون عندك كلمة بتحديد من هو قائد الجيش نعم انا ما فيني اعمل شي عندي حليف اسمه ميشيل عون وقته كان علاقته والفرنجية بميشيل عون كتير ممتازي نعم هو عنده شو اسمه شامل روكوز نعم صحي نعم نعم بالتالي انا ما فيني اعمل شي هلا بما يخص وزارة الداخلية انت بتدرك بتعرف هاذا عم بيعني فرنجية شو عم بيقول عم بيحكوا بين بعضه انه عبر المفاوضة انه مش رئيس الجمهورية هو بيعمل بشكل الحكومة في الى هيدا مثار في رئيس الحكومة رئيس الحكومة بشكل الحكومة بعرضه على 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 رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية بيقبل أو ما بيقبل بيعدل أو ما بيعدل فيما إذا راحت وزارة الداخلية لـ 14 أزهار فيما إذا راحت لمسيحي في 14 أزهار بالتأكيد رح تكون للقوات أنا ما بيقبل غير ما تكون للقوات تالت شيء أنه أنت من بعد من بعد ما تنتهي وليتي نعم أنا بيدعمك لأن تكون رئيس الجمهورية وسوف أسعى مع سوريا وإيران وحزب الله أن نزبط لك علاقتك إنما القرار عند هول لقلهم أنا ما فيني قرر عنه بهالوضوح هالأجوة بها بالتأكيد ما كتير رديوته لسامير جعجة ولذلك من وقته بلش يفكر عن بديل عن ذلك المسألة وبفكرة أنه إذا أنا بدي بدي طالما أنه موازين القوة مثل ما هيدي وطالما أنه الوضع مثل هالنوع أنا بدي أقدم أوراق اعتمادي عند هاللي بيقدر يجيبني رئيس تحتى يجي رئيس في مرحلة لاحقة يعني الأهداف الأساسية الثلاثة اللي كان بدوا إياها دكتور جعجة تلخصت بهال المطالب ياللي كشفها لسليمين فرنجيين نعم يعني محتوى وأهمهم يفتح خطوط مع سوريا وإيران وحزب الله أهمهم أنه أنا بدي 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 حتى لأنه هولي هني التقل بلبنان وهني اللي بيجيبوا رئيس وبالتالي أنا حابب بكون رئيس جمهورية كيف بدي إيجي رئيس جمهورية كيف بدي ضبط وضعي على الوضع المسيحي وهي ده هاي ده كانت الانطلاقة تحت نروح الفصل التامية اللي هو اتفاق مع راب والخطيئة الاستراتيجية في عموم اللبنانيين والمسيحيين خصوصا بس قبل ما تفتلي في موضوع أعلان النية بتقول حضرتك أنه أعلن ترشح الدكتور جاجا بهديك الفترة نعم وفرض حاله فرض حاله أنه أنا أقوى واحد بين المسيحيين أنا عندي أكبر كتلي أنا الأقوى أنا الممثل المسيحيين وبالتالي يعني لم يتشاور حتى مع مرشح حالي وهو دي كي صاروا يروحوا ويجوا واحد وراء التانية انتخبوه بالمجلس أني يابي لدورات متتالية لدورات متتالية شو بدون يقولون يعني كان دعم أنه علما على مضاد وعلما أنه هني عارفين ما رح يطلع هني عارفين ما رح يطلع لأنه عاملين اتفاق حول المادة 49 من الدستور وهو اتفاق خاطئ لحديث هلأ ماشي بأنه بجميع الدورات الانتخابية لاجب أن يكون هناك شو كرم التلتين وهذا هذا مادي تسعة واربعين ما بتقول هيك أبدا حتى لو بدوا يطبقوا وكان مستحيل للدكتور جعجة يؤمن التلتين كيف دوا يجيب شو كان هدفه من ترشحه وفرض هذا الترشح بهذه الطريقة؟ حتى يقوي مركزه التفاوضي في مرحلة لاحقة حسب الأوضاع وهيك يعني أنه أنا عم بتخلى عن شغلي موجودة ومستعد أنه أدعم مرشح آخر يلي صدفة أنه مرشح حزب الله يلي هو مشارعه انتهت المفاوضات مع سليمان فرنجية لعدم هيك موافقة القوات أو ما عجبوا الرد لدكتور جعجة وانتقلنا إلى إعلان النية نية أو النواية أو النواية هذا تكتبها النية نعم شو صار بيبي كيف انتقل دكتور جعجة من هذا التفاوض إلى التفاوض بالوقت يلي حضرتك كنت مقتنع أنه سعد الحريري مع حفظ الألقاب عم بيركب ديل هو وميشيل عون ليكون ميشيل عون الرئيس وهو رئيس حكومة هايدي بالمرحلة السابقة هاي بالمرحلة السابقة في سنة تقريبا بين اي بس هايدي المسألة خلصت وأصبح الحريري بغير مود بغير جو هايدي أنه ما إلى دخل ما بدأنا نشوف نحنا كل شيء بوقته بيكون مضبوط وقته كان هيدا موقفوا للحريري هلأ الحريري الحريري غير وثمير جعجع طحش وما هيك بعدة شغلات وحسوا أنه بدوا يروح يعمل شيء مع ميشيل عون لذلك هون صار متنقز الحريري من جعجع بقى لمهم النيات ما هيك ما هيك شو اسموه أعلان النيات أعلان النيات هاي هايدي هايدي الشغلة هايك مسيحية هو سقطة هايك بيه أنه أنه لمسيحيين المسيحيين وحدة المسيحيين حب المسيحيين لبعضهم إعادة التوازن الإسلامي المسيحي يصير المشاركة الشراكة السوية الانتخابات المقنون الانتخابات النيابية وما إلى ذلك من هيدا ما في شيء محدد بيروح جعجع على الرابية عند ميشالعون وبيعنوا هناك إعلان النيات هايدي إعلان النيات كان مقدمة لترشيح ميشالعون في اتفاق مع راب أوكي هكذا إذا بدك تسلسل الأمور لكان قصة فرنجية مش ضابطة رحل تقل جمعت ورائي أنا قدمت حالي مرشح سفيت مرشح 14 أزار وشوي ببلش هون إعلان النيات وما بدنا نشوف نحن المسيحي شو بدنا نعمل بتقول حضرتك بنقطة مهمة في عشرية الشيء الأول 2016 أيد تيار مستقبل يعني ترشيح هون قبل 11 يوم من انتخاب مزبوط بعدما تمكن جعجة من رفع الفيتو السعودي عن عون نتيجة لتصويقه لدى المملكة رأي يعني أنا بفتكر صار فيه شغل وقتا مش بفتكر يعني هيدا الحصيل مع المملكة العربية السعودية بأنه فرنجية فرنجية طول عمره أسد وما أسد وطول عمره بالمراحل السابقة ضدنا وما ضدنا وأما عون لا يعني أنه صحيح عمل أخطاء وصحيح أنه عمل وقام وحط ولكن خلال مرحلة الوصاية السورية أو الاحتلال السوري للبنان كانت مواقفه جيدة وكان نحن وياه يعني مواقف سيادية وبالتالي أنه هون فيما إذا أتى رئيس جمهورية رح يكون وسط وسط بين بين السعودية وبين إيران ما رح يكون مع إيران رح يكون يجرب يوازن ما بين إيران وبين بسهد بينقض الاتهامات التي توجهت لسعد الحريري بأنه هو يلي فتح بواب السعودية لميشيل عون يعني الدكتور جعجا عم تقول هو يلي سعي هلا أنت انتبه أول خطوة عملها ميشيل عون لمسارة السورية رح السودية بس اليوم يلي بيحمل المسؤولية أنه الحريري مع حفظ الألقاب هو يلي اشتغل لدى السعوديين تيرفع هذا الفيت وبالوقت اللي حضرتك عم تقول عم ترجع على قصة الوقت والتوقيت لا بيرفع الفيتو أنت عم تحكي عن عن توقيت توقيت السابق لما عملوا الاتفاء عون حريري ما هيك بوقت حكومة حكومة سلام هايدي شي قبل الانتخاب ب11 يوم نتيجة المفاوضات طبعا الدكتور جعجا مع السعودية خلاص يعني هو ما عاد عنده مجال ولما اجا ولما صوت له رجعت ما هيك صار صار شهر عسل بين بين عون والحريري صحيح رجعت هاي شهر العسل وتبادل الخدمات وما إلى ذلك نص اتفاء معراب كان نص سري لماذا كان سريا لأنه في عدة نقاط ما هيك في و في محاصصة ما هيك أنه نص النواب لألي نص المواب لألك نص الوزراء لألي نص الوزراء لألك نص التعيينات الإدارية لألي نص التعيينات الإدارية لألك نحن اتنينا بنعمل 85% من المسيحيين والباقي خاص نحن وبس والباقي خاص بقى كان فيه نوع من إرادي لأنه المسيحيين ممثلين بشكل كامل وفيه نوع من استتباع أو محاولة استتباع كل الأطراف المسيحية الباقي ها انتوا يعني يكون تتبعوا هيدا أو هيدا هيدا إذا بدك موقف أو اتفاق معراب يعني زاد على المطالب التي طرحها على فرنجي يعني برأيك بهذه الطريقة بحصر التمثيل المسيحي مناصفة بينهم بيكون أمن أنه يكون قائد الجيش لأله أو أمن وزارة التفليل أو أصبح طموحه أكبر طموحه طموحه لأنه الرئيس يمثل أكثر من الطموحه أولا أنه يا حزب الله أنا جبت لك المرشح تبعك أنا جبته وبالتالي أدى مرأ اعتماده لحزب الله هاي 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 هون بتكون بالفعل وليس بالمفاوضات ليس بالمفاوضات أنه أنا خيجيت هذا عارف أنه هو المرشح تبعك علما بذلك أنا رح اتدعمته جبت لك بالفعل لولا من موقف الدكتور جعجا ما كان وصل مش العون ما هي لكن هو جابه يعني مع إسبار أنه بكرة بشوف لها هاي ما الله وهي من يعني الطرق السياسية تبعا جعجا بيسلف وبعدين بيشوف بالسياسية ما في قصة تسلول على قولة الدكتور تشاك بلا رصيد بالسياسية بقصة بأيد بيخد بأيد بتكي بس أنه بيجي بسلف 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 بعدين راح تلت هيدا ومثلا هيدا صار مع عون 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 صار رئيس جمهورية هيدا ومثلا هيدا هيدا أعطي جعجع وهيك وبلش هون الخلاف بين وثانيا عون ملتزم بالشي اللي سوقوا على أساسه جعجع للسعودية دا عون راح على آخر مع حزب الله ومع إيران وبتقول كمان أنه أراد أفهام المسلمين الحريري بري وجنبلات اللي رشحوا فرنجي أنه قرار انتخاب الرئيس يجب أن يكون مسيحيا بالدرجة هيدا هيدا كمان من الأهداف طبع طبع هيدا أنه مش أنتوا ما هيك يا مسلمين يتسني ودروز وشيعة بتقرروا مين ورئيس الجمهورية نحن المسيحية أولا بدنا يكون رأينا نحن أولا أو ليت موضوع قانون انتخاب أهمية بكتابك بعدية محطات هون كمان تجعب تذكير أنه قانون جورج أدوان قانون اللي حصت عليه الانتخابات في 2018 كان قانون جورج أدوان وهو في حقيقة الأمر قانون حزب الله الذي كان قد اقترحه سنة 2004 في 2004 صار فيه اجتماعات في 2004 بفتكر بالحمراء أو شي هيك للأطراف السياسية اللبنانية تحدي يبحثوا بقانون الانتخاب تبع 2005 وبفتكر بجريدة السفير يمكن ممكن واحد يشوف اقتراح بوقت أنه هذا الانون مقترح من حزب الله السفير أو الأخبار يمكن ما كان فيه من 2004 من 2004 ايه ورجعت وبعدهم لليوم أصلا حزب الولايات البنانية متمسك ايه ايه هلأ 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 للدكتور جعجان للدكتور جعجان صحيح كبر أكتر حصة كمان ما هيك صار 29 نايب للطيار وصاروا 18 أو 15 أو 16 ولكن الأغلبية بالمجلس النيابة 72 نايب لـ 8 أذار بحيث أنه وقتا يمكن سليماني قال والآن أصبح 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 الأغلبية بمجلس النواب للمقاوم هاك هيدا كان من النتائج يلي يلي بمجيء عن رئيس جمهورية الحديث هلأ يعني في شيء ما ذكرته بعد معي دقيقتين في شيء ما ذكرته بهيك رجعت بعد قلت يا ريت ذكرته هلأ في كتير شغلات ما ذكرت لأنه هون هيدا لدي لدي الوقت وبعدين أنا هلأ عم فكر يعني للكتاب الأكبر يلي بدي هيدا أعملهم كتيبات هو أحلى بكون سهل للكراقة بقى لي كتيبات يعني هيدا مثلا كتيب هالكتيب هيدا فيك تقراب بسرعة وبهيدا أما كتاب كبير بتجيبه بتشتريه بتحطه بالدوبلغوتيك طبعيتك صحح أنا لهون بكون وصلت لختام هذه الحلقة يلي رح يكون في إلها حلقة ثالثة بعد ويمكن رابعة بعتقد رح نوصل لأربع حلقات بمتابعة كتابك الشيق الدكتور شكرا لك من الماضي إلى المستقبل بحلقات لاحقة أيضا مشاهدينا ومستمعيننا الأسبوع المقبل إذا أراد لهم نصلنا إلى ختام حلقتنا شكرا لكم على حسن المتابعة ومن التعاق نحن ويكون نحن ويكون